وقف على هذه الطاولة يدق بيديه يهدد ويحرد على مواطنين ينتبون لحزب سياسي بعينه والتحريض هنا كان أمام أعطاء حزبه ممن أسماهم بقبائل طوق صنعاء ليتخذ الأمر بعدا مناطقيا وجهويا واضحا أخرج صالح إلى سطح الطاولة ما أخفاه من أحقاد سياسية واجتماعية طوال عقود وظهر هائجا وخارجا عن كل البروتوكولات أكثر من أي وقت مضى دعوة الحرب هذه فضحت المخلوعة أمام من تبقى من أتباعه ولاقت استنكارا واسعا منهم فضلا عن بقية اليمنيين الذين يعرفونه جيدا أتباع صالح قبل أعدائه بات أكثر إدراكا لمراوغة المخلوع في خطاباته وتناقضاته المعروفة خصوصا فيما يتعلق هذه المرة بدعوته لرجاله بالتوجه إلى الحدود السعودية والتي فسرت على أنها دعوة لحرب داخلية أكثر مما هي عليه وطبقا لقاعدة المخلوع فإن تحريضه أنصره على التوجه للقتال في جيزان ونجران لا يعني إلا حجد المزيد من اليمنيين وقودا لمعاركه في المخى وتعز والبيضاء هناك دجال وشخصيات بالقناصات تقوهم بالميتين تقوهم بكل أنواع الأفلحة كل يوم يظهر الرجل على حقيقته أكثر هذا كل ما في الأمر وليس هذا إلا برهانا إضافيا على أحقية الثورة الشعبية التي أزاحت هذا الفيروس عن السلطة بعد أن دمر النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وهو اليوم يدفع بالبسطاء كي يتحمل فاتورة بقائه أياما أطول في مواجهة الدولة مراقبون ونشطاء كتبوا بكثافة عن خطورة محاولات صالح إذكاء البعد المناطقي على الحرب وتحريضه علنا على أبناء تعز والمخى وأعضاء حزب الإصلاح محاولات صالح استجداء كل العصبيات الضيقة واجه استنكارا حتى من أنصار المؤتمر الذين أدركوا متأخرين ما يحاول الرجل المحافظة عليه ولو على جثث أتباعه جميعا حقد صالح الذي لم يستطع إخفائه اليوم مؤشر على أن الرجل يعيش أضعف مراحله انتهى صالح سياسيا واجتماعيا ولم يتبقى في يده سوى سكين بات يطعن بها من حوله دون تمييز ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة